نتحدث بس نركز على التنظيم الآن هناك الكثير من الانتقادات للتحضير والتنظيم والمشاركين في المشاورات البعض ينتقد أو يقول بأن هناك مشاركين من الإعلام الاجتماعي غير صحفيين شاركوا بالمشاورات. ما رأك في ذلك؟ في الحقيقة لما نتحدث على الإعلام حاليا أصبح الإعلام أنا لست إعلامي في الحقيقة ولا أصنف كذلك لكنك مشارك باللجنة الإعلامية أنا في اللجنة السياسية أنا مع السياسيين حضرت مع الإعلامية نعم في التجهيزات والتحضير ولكني عملين أنا مع اللجنة السياسية في المشاورات لكني أريد أن أقول بأن الإعلام اليوم أصبح ليس الإعلام التقليدي السابق الذي موجود. وبالتالي أصبح المؤثرين اليوم لهم حضور ولهم جمهور ولهم وبالتالي هي الفكرة الرئيسية كلها ليس أنت أن تتحدث عن ندوات خاصة بتطوير صحفيين أو إعلاميين. تتحدث عن عمل سلام أو محاولة مشاورات. وهذا الأمر بحاجة إلى أكبر القدر ممكن من المؤثرين والمتابعين والكتاب والقراء وحتى الشخصيات المؤثرة التي ليس لها مجال في الصحافة طبيعي جدا أتت شخصيات ليس لها علاقة بالإعلام ليس لها علاقة بالصحافة لا من قريب ولا من بعيد ولكن دعيني أقول ربما لا نتفق مع البعض ولا نتفق مع آلية الدعوات الحقيقة يعني أقول ولم يكن هناك لم يكن هناك إطلاقا آلية متزنة حتى نرى بأن هناك عمل مئة في المئة مضبوط. هناك في الحقيقة لأنا ملاحظات هذه المشاورات نحاول أن نتجاوز ولكن هناك ملاحظات كبيرة جدا من ناحية اختيار الشخصيات من ناحية الأعداد من ناحية المحاصصة بين نقطة نقطة من ناحية الأعداد ما هي المشكلة من ناحية الأعداد؟ من ناحية الأعداد لم يكن هناك منصفها عمليا بين الشمال والجنوب هذا أولا ثاني لم يكن هناك أيضا توازي بين المحافظات مثلا لا في الجنوب ولا في الشمال هناك محافظات ليست موجودة عمليا مثلا في اللجنة الإعلامية حضرموت أكبر محافظة في الجمهورية اليمنية عموماً وأكبر محافظة في الجنوب لا في موجود على الكثيرين موجود بها صحيح شخصية قليلة جداً موجود بها نافع من شبوة أنا أضرب لك مثل فقط لم يحدث هناك توازي بين المحافظات بناء على هذه المشاورات تماماً وهذا أمر في الحقيقة يعني إشكالي حذرنا منها مبكراً قبل المشاورات تحدثنا مع الأمانة الآمة تحدثنا مع بعض السفراء